هل إمام عشور الأهلي مخلص معاه من بدري أقولها لك من الآخر يعني هل الأهلي كان مخلص مع إمام عشور قبل ما يروح مثلاً للدنماركي الإجابة لا أنا سألت كل من هو موجود في النادي الأهلي يعني اللي حتى بحس إنه هو بيقول لي كلام وأنا شاجك فيه لا كله قال ما كانش في حساباتنا إن إحنا هنتفقد مع إمام عشور بعد ما طلع أوروبا وتصورنا إنه هو هيكمل فرق بس معلوماً لعندي إنه من أربع خمس شهور الأهلي بدأ يجس نبض إمام عشور أول ما حس إن العلاقة بينه ومع ميتلند مش ولابد بدأ النادي الأهلي يخش في الصورة كلام ده من إمتى من أربع خمس شهور من بدري آه من بدري مش اليومين تلاتة اللي فياتوا دول من بدري الأهلي بدأ يسأل إمام عشور يسأل وكيل أعماله يسأل ناس مقربين من النادي إيه الوضع وبدأ الأهلي يتحرك في هذا الأمر اللي حصل في صفقة إمام عشور من النادي الأهلي مش حكاية يوم ولا اتنين ولا أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر من بدري بس ما كانت شنية أبداً ما كانت شنية أبداً كبري وكلام اللي أنتوا تسمعوه ده خالص اللاعب مش من الزمالك راح ميتلند تصورنا جميعه وراجل تقلق أول مباراتين بشكل رائع جداً فتصورنا إن إمام مكمل بقى في أوروبا خلاص نفس الأمر النادي الأهلي والزمالك كل الأنداء ما حالش متوقع إنه يرجى فجأة الأمور بينه وبين النادي ما كملتش على خير مش دي نقطة أو ده سؤال وإجابة كمان في بقى حكاية عايزة دردش فيها مع حضراتكم سريعاً جداً مش هطول يعني الكرة يا جماعة دلوقتي الكرة في العالم كله 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 ما فيهاش وفاء وإخلاص وده أجيبه ولا ما جيبوش وده عمل فيه ولا ما عملش فيه والكلام اللي انتو بتسمعوه ده كله الحاجة بتاع السوشال ميديا دي للخناقات اللي هي اللي بتبقى كوميديا في الكورة يعني مش حق يعني مش خناقات خناقات كوميديا يعني الناس بتقعد تناوش بعض يعني كل نادي دلوقتي بيفكر بس في مصلحته في الملعب ده ينطبق على الأهلي وعى الزمالك ينطبق على ريال مدريد وبرشلونة ينطبق على منشستر سيتي وليفر بول ينطبق على انتر وميلان ينطبق على بريس سان جيرمان وموناكو ينطبق على كل الأندية اللي في العالم كل واحد بيشوف مصلحته واحد ديك الدليل لو انت مشجع من مصر يعني أو بتحب يعني ريال مدريد تمام كاليا نمبابيه السنة اللي فاتت يعني بين قوسين كده أعطى صفحة 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 كبيرة لنادي ريال مدريد كبيرة يعني اللي هو ايه ريال مدريد خلاص بيخلص معاه وانا بحب ريال مدريد وانا نفسه العبى ريال مدريد وانا كنت بقى عشق في السترون وانا صغير وا 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 هب 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 راح مضى لبريس سان جيرمان تمام هل ريال مدريد وجماهير ريال مدريد دلوقتي هو بيحاول يخلص كاليا نمبابيه سواء السنة دي أو للسنة الجاية هيقولوا لا عيب لا ما يصحش ده بعنا وراح لبريس سان جيرمان ده هنة ده عمل ده عمل ده عمل لا هم شايفين ان المصلحة هتبقى في البطولات والانجازات كاليا نمبابيه فالكلام اللي هو بتاع ايه بقى فين قنامتك فين مبادئك فين جمالك فين لطفتك فين لازاستك فين الحاجات دي كلها دي ما بتأكلش عيش اللي بيأكل عيش ايه اننا ضم صفقات ولعبين مهمين يفيدوا الفريق يحقق بطولات يعمل انجازات يكبروا اسم النادي هو ده الكلام دلوقتي هتقولي طب ما الكلام ده ما كانش بيتقال زمان زمان غير دلوقتي زمان في كل حاجة في حياتنا غير دلوقتي فما تنطلتش كل شوية نقول ايه ده زمان لما كان مين بيعمل ايه وفين ما بقاش موجود ده عند الكل في الاول والاخر صفقة ابام عشور هي صفقة نجحة جدا للنادي الاهلي نجحة جدا للنادي الاهلي وبالتأكيد اللعب اكيد يعني بتلعب في النادي الاهلي وفي افضل احواله نادي الاهلي الكبير وفي افضل احواله فالتأكيد محظوظ بس امام مشي عمل مواسم حلوة مع النادي الزمالك مواسم كبيرة مع النادي الزمالك له في بطولطاي الدوري شيء كبير مع النادي الزمالك اللي بتوع الموسم اللي فات بس امام عشور اكيد مزعانا انه خلص تجربته الاوروبية سريعا عنده فرصة عظيمة مع النادي الاهلي انه يتعلق مرة اخرى وليه لأ يحترف مرة اخرى وليه لأ يرجع اساسي مع منتخب مصر سريع مبروك لإمام عشور مبروك لي النادي الاهلي هذه الصفقة المهمة جدا مبروك لإمام عشور